السلام عليكم مع اكم امحمد ان الحمد اللي ان احمد وانا استعينا وانا استغفر وانا عود بن الله من شرور انفسنا وانستابيع اعمال انا ما يهدي الله فلم ضلل له ومن يضلل فلا هاد يا لو ابن الله تيما بالبعد. الصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نبدأ حلقتنا على الله على الله تعالى. بعض الحل Tol I n, نهاردة من غير تجهيز ومن غير ترتيب طيب وايه الجديد ماء كل الحلقات بتاعتي من غير تجهيز من غير ترتيب. ولكن دي من غير تجهيز من غير ترتيب اكتر شوية من اللي قبلها. ومن اللي بعدها يمكن ان شاء الله. المهم في ظل الاحداث المتسارعة او متباطئة يمكن. كانت متسارعة في الاول دلوقتي بقت متباطئة في الاراضي المحتلة. والتهديد بقى والوعيد وحضور حاملة الطائرات الامريكية ومش عارفين هيحشد ومين هيعمل والحكومات الاوروبية المسعورة ضد حتى المظاهرات المؤيدة لاخواننا اللي في الحصار او اللي في غزة وغيرها. المهم. فطبعا المشاهد اللي تدمي القلوب الاوروبيين مش شايفانها خلاص هي اعلنوها وبواجههم الكالح حرب على الدين والعرق ده. ما بتفرقش معهم على فكرة الدين قوي كلهم عربي يعني خلاص الناس دي كلهم لا رحمة مش هنشوف منكم حاجة انتهى انتوا ارهابين انتوا مش مش بشر وهكذا. والتهديد بالتدخل البري الهجوم البري. الهجوم البري. احضر الهجوم البري. احنا خلاص اهو بنخطط الهجوم البري. الهجوم البري. البهوم الجري. الجروم الهري. عمال يكرر هنا وتحس ان يعني في ناس منهم دفعين فلوس لصحف عربية عشان تقعد تكرر في المنشط الهجوم البري. الهجوم انت بتهددني? هدد نفسك. انت اللي خايف. هو مش قادر. ما هو لو كان قادر كان من سكات. عمل الهجوم بري. وخد اللي هو عايزه. وهد اللي هو عايزه. لكن مش قادر. والناس اللي اتقاتلت من من الاسرة. واجعينه. واجعينه قوي. ومسمعين عنده قوي. فعشان كده ايه? مقدم رجل وماخر رجل. وفي ناس بيدعوا يعني او بيقول لك ايه? امريكا مكبلة. الكلب بتاعها بالعافية. لايه باجة? بالعكس ده امريكا قالت لهم خشوا. احنا زبطل لكم الاداء وبتاع بس خشوا. امريكا بتحب الجو ده قوي. خش انت وبتاع بس انا هزبطك. ما حبي يصدرك يعني. حبي تصدير الناس يعني. فالتانيين خايفين يقول لك لا يا عم انا لازم اماهد الارض لازم. لذلك ايه عمالين يضربه بعافية وبغشمية وفي كل حتة وبدون ترتيب وبطون تنظيم. لانه مرعوب من الدخول بري. قال لك انا هنضيع. هننفعش دخول بري هنخش نعمل ايه? ولازم بالنهار بالليل الدنيا ما قطعين الكهرباء. الليل هيبقى علينا احنا. يعني الليل او قطعة الكهرباء او الظلامي الظلام ده على المعتدين هيبقى وبال اكبر او الضرر فيه اكبر. اهل البلد منطقة عارفين واعدين فيها ومستخبين لك وعدين لك في الضرة. لابدين لك في الضرة. فهو مرعوب من الهجوم البري هو المهاجم نفسه. فصدقوني يا اخوة اه الثقة هي مفتاح النصر في الحرب دي. كله بيلعب على ثقتك بيحاول يهز ثقتك. احنا جينا احنا بعثنا فرقة ايه من امريكا? احنا مش عارف ايه? وزير الخارجية موجود بنفسه. كل ده غزات. امريكا لعبتها كتير ودخلت على ناس كتير. وبيحاولوا يكلموا العرب يعني ايه? اه طبعا احنا ما نقبلش ان المدنيين يتقزوا. لا من هنا ولا من هنا. لذلك العملية دي بقى ايه? عايزين تأيدونا اهو بيبحسوا عن تأييد عربي من اي حد. اه بيحاولوا ان هم يجمعوا اه حشد. واحد يقول لك برضو ايه? ايران هي اللي مخططها الموضوع ده. مش صحيح. ايران ما بتضربش طوبة على الكيان. تمام? ايران خططها على الدول العربية بس. ليه? عشان هي شايفة ان الكيان مهدد العرب وماسكهم من ناحية. وايران ماسك العرب من ناحية تانية او عملالهم تهديد من ناحية تانية. فهم كده تحت السيطرة والدنيا حلو قوي. عدو عدوي بقى صديقي في النقطة دي بالنسبة لايران. فيقول لك انا اشيل ضرر من على غريمي. بلاش عدوي. خليه غريمي. لا. مش صح. وكده كده كيان ما بيازينيش حاجة. قتل لحد وخلاص. ادني على القفاية مرتين وخلاص يعني الايران متسامحة قوي في المسائل دي. اغتيل القاسم سليماني ولا في جوه التهران. ايه عادي خالص خالص خالص. فيه ناس بتاخد على قفاية كده وبتفوت عادي يعني يقول لك وسننتقم ورد مزلزل وبتاع بلح. البلح ابرك حتى من الكلام الغازات اللي بيقولوا. فالمهم ده وضع ايران. في واحد تاني يقول لك ايه? اللي بيحصل ده كله طوفان الاقصى والكلام ده كله مرتب ومتنظم وعلشان يستفزوا كده علشان مش عارف ايه. وكل اوراق اللعبة في ايد امريكا. مفيش كلام ده. امريكا فجأت وصعقت وبتتحرق. واحد يقول لك ده مرتبين من الاول. وقيلنا ان نقلة حاملة الطائرات ما كانتش يوصلت بالسرعة دي. لا هي وصلت بالسرعة دي علشان اتفجأوا حضرتك. مش عشان مرتبين. اه واضح ان الموضوع فجأ العالم كله. مش بس امريكا والكيان. لا لا الموضوع مش متنظم وما تحطش في دماغك نظرية المؤامرة في العملية دي بزيء. في حاجات تانية فيها مؤامرة اتفق معك. ولكن في الحتة دي لا مش متنظمة ومفاجأة وصاعقة ولا ايران ليها دعوة ولا اي دولة عربية ليها دعوة. والموضوع ده صرف داخلي جوه جوه. حزب الله ما يقدرش يتدخل. لان في ناس ايلا له لا مش يعني يلعب بس في حتة كده. سوريا مش هتعمل حاجة. الاردن مش هتعمل حاجة. تركيا مش هتعمل حاجة. مصر مش هتعمل حاجة. المعبر على فكرة هيتفتح هيتفتح. وهيخشه هيخشه. بس ايه الفكرة كلها اه اللعبة في ايه? شغل عشان تعدي. في ضغوط بقى على حد في الامارات على حد في السعودية يكلموا مصر قولوا لها الموضوع في كزا. اه يعني. بس ايه الفكرة شغل عشان تعدي. طب هعمل لك اللي انت عايزه. اضمن لك ان اللي مش عارفين رجعهم تاني بعد العملية ما تخلص. مش هتدفع كام شغل عشان تعدي. الفكرة كلها التفاوض طول الوقت ده كاس بوقت. لحد ما نشوف اه كل واحد عايز يطلع باكبر مكاسب. امريكا عايز يطلع بمكاسب. الكيان عايز يطلع يعني ماء وجهه والاهانة اللي اتعرض لها دي عايز يعوضها قدامش داخل اللي عنده اولا. وهبتو عايزي رجعها. اه? بينما في دول العربية تحاول تخلص مصالح. عايزة تطلع بمصلحة من القصة دي لان هم بيحسبوها بحسابات. اعتقد يعني بيحسبوها بحسابات الماضي. لكن حسبة المراضي غير حسبات الماضي. يعني كل هجم على غزة في حسابات بتتأفل يعني او بتتستف. مع كل حركة بيهجمها العدو على غزة وتحصل الازمة هتحصل اربع مرات ولا خمس مرات قبل كده. كل مرة بتترتب الامور بشكل معين. وبيطلع ناس مستفيدة وناس مضرورة بس المهم ايه الدفاتر بتترتب وتتستف. ولكن المراضي الحسبة مختلفة. واسمعوها مني. الاقام الجاي هتكشف لكم حاجات كتير. الحسبة المراضي مختلفة. والناس دي مرعوبة تدخل خجوم باري. ويرام لهاش دعوة.